موسيقى من وحي إدراكنا على أن الأردن يعيش حالة سياسية دقيقة ويعيش أيضا حالة اقتصادية دقيقة في ذات الاتجاه لأن الأردن في الموقع الجغرافي يعيش حالة سياسية لأن المنطقة تعيش في حالة سياسية تاريخية إنجاز التعبير لذلك كان يجب علينا أن نضع استراتيجية هذه الاستراتيجية تقف على باب السياسة الاحترازية التي استطاعت هذه السياسة الاحترازية طيلة السبع سنوات الماضية أن تعطي استهدافاتها هذه الاستهدافات التي بيّنتها فقط باتجاه أن تحافظ على المنجز الوطني الأردني وتحافظ على دورنا وحضورنا وأداءنا وأيضا تحافظ على الأردن باعتبار رواحة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة التي طالما قلنا وطالما تحدثنا أن هذه المنطقة تعيش أجواء تغييرات جيوسياسية بل وجغرافيا سياسية جديدة اعتبرها البعض أنها تأتي بالاتجاه أن هذه المنطقة تعيش أجواء تاريخية هذه الأجواء التاريخية فرضت على الأردن أن يتخذ هذه السياسة الاحترازية التي بموجبها استطعنا كما أسلفنا أن نحافظ على وحدتنا وأمنى واستقرارنا وأن نحافظ على منجزاتنا وأيضا أن نحافظ على دينارنا ليبقى دينارنا عند سعر الصرف الذي اعتدنا عليه بالسابق وبالتالي هذه السياسة عالجت علاجات أقل ما يقال عنها أنها حداثية أقل ما يقال عنها أنها احترازية كما أستفنا هذا الباب أعطى مؤشرات طبيعية مثل ما كان له أبعاد إيجابية كان له أيضا أبعاد سلبية من هذه الأبعاد السلبية شغلتين مهمتين الأولى لها علاقة بهجرة المال الأردني أي هجرة الاستثمار الأردني شهدنا أن الأردنيين استثمروا في دبي ب6 مليارات العقارات في تركيا وفي مصر ب3 مليار و3 مليار يتحدث عن هجرة المال الأردني وهذا لا بد أن نقضب عن الاعتبار ونحن نضع استراتيجية جديدة في المجال الحيوي الاقتصادي والسياسي الأردني رقم 2 في هذه الجزئية شهدنا أنه أيضا هجرة الكفاءات شهدنا أنه الأمنيين يذهبوا باتجاه البحرين التكنقراطيين والتقنيين يذهبوا باتجاه قطر وأيضا يذهبوا باتجاه دول كأميركا وأوروبا وكندا وأستراليا وليونزلندا إذن هناك أيضا هجرة للكفاءات إذن كيف لنا أن نقدم علاجات لهذه الحالة ونعطي مؤشرات جديدة في هذا الخدم رقم 2 في هذه الجزئية لا بد أن أشيري أن الأردن لم يكتفي بتقديم رسالته تجاه بلده بحمايته وبحاوية أمنه واستقراره لكن أيضا الأردن استطاع أن يقف على مبادئه ومرتكزاته الإنسانية ويقدم رسالته تجاه عروبته وتجاه رسالته الإنسانية باستضافة طبعا تقريبا 2 مليون لاجئ سوريا بين نازح وبين اللاجئ ومتحدث أن هذه حركة اللجوء شاهدناها أنها أثرت سلبا على التعليم أثرت سلبا على البنية التحتية أثرت سلبا عن الحال الصحي وأثرت سلبا على كثير من المائحة الخدماتية طبعا الأردن استقبل كثير من الوعود من خلال المجتمع الدولي بضرورة دعمه وضريمة إسناده لكن كما أسلف في خطابه التاريخي سموه لأحد الأمير حسين بن عبدالله عندما قال في الأمم المتحدة أو جميع الأمم المتحدة عندما قال وبكل وضوح أنه لابد أن هذا الكلام أن يقرن بأفعال من خلال المجتمع الدولي حتى نستطيع أن نكمل رسالتنا ونقمن مسيرتنا تجاه دعمنا لرسالتنا الإنسانية لأننا نقوم بهذا الدور نيابي عن المجتمع الدولي ونيابي أضعا عن الأسر العربية إذن الأردن قدم ووقف عند رسالة ثابتة بهذا الجانب الجانب الجيم الذي يجب أن نتحدث عنه بكيفية وقوف الأردن الأردن أيضا استطاع أن يقدم رسالته تجاه الحال الأمني وهنا نريد أن نشكر أنه طبعا ونثم عاليا كما ثمن العالم أجمع دور قواتنا المسلحة ومؤسساتنا الأمنية ومخابراتنا العامة لأن دورهم لم يقتصر فقط على حماية الأردن وإرثوا دوره ليبقى الأردن واحد أمن وحريات لكن أيضا دوره وصل إلى حماية المنطقة وحماية دورها وحماية حضورها وهذا كله طبعا دور معروف في حفظ حالة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة حتى لا تنزلق المنطقة في مغبات البحث عن حركات إثنية لا نريدها أن تكون موجودة إلا أن بوجودها ربما سنغير حالة المنطقة من حالة مستقرة إلى حالة غير مستقرة وغير أمنة لا سمح الله كما حدث في الصومال ونسيت الناس اللي صار في الصومال ما حافظنا عليه في الأردن في ذلك أننا بعثنا برسالة أمن واستقرار للمنطقة والشعوب حاولنا أن نوقف حالة العنف والغلو وأرسلنا رسالة أمنية باتجاه طبعا دورنا المهم والمقدر اللي قدروا كما قدروا دولار ترامب قدموا كل المجتمع الدولي لأن دورنا كان محارب متقدم يحارب عن رسالة الاعتدال والرسالة الإنسانية والصوت الإنساني اللي اجتمل عليه وشمل عليه الحالة الإنسانية بشكل عام هذا الباب الباب التالي اللي لا بد أن ننشر له ونقف عند حالته ووجوده وطبيعة هذا الحال والوجود أنه كيف استطاع الأردن أن يبني جسما حضاريا جسما أكيدا يستطيع من خلاله أن يقدم هذه هذه الرسالة عبر رسالة ثوعوية هادفة عبر تقديم نموذجه الأردن بالديمقراطية والتعديل ليصبح الأردن قبص منارة ليس فقط للأردنيين لكنه قبص منارة للمنطقة وشعوبها والأمة العربية أجمع إذ أن الأردن أيضا استطاع أن يقدم رسالة عبر عليها بما يلي أنه نحن ملتزمين بإصلاحات سياسية وهذا ما تم تعديل تقريبا ثلث الدستور استطاعنا أن نعدله أيضا أجرينا انتخابات نيابية في ما يسمى فيما عرف الربيع العربي لمرتين متاليتين أيضا أجرينا انتخابات بلدية لمرتين متالتين وهذا بأكد على أنه نهج الدولة نهج ديمقراطي تعدد وبالتالي أكد الأردن على هذا الثابت الذي زاد على الأردن في ظل كل هذه المعطيات الرسالة الجديدة التي أرأت جلال تلمينك أن يبعثها ألا وهي رسالة اللامركزية وهنا عندما نتحدث عن اللامركزية نتحدث عن نهج الدولة في إطارها سينتقل من طور مركزي إلى طور لامركزي وعندما نتحدث عن الطور اللامركزي نتحدث أنه 100 سنة والأردن تتكي على دور مركزي عمان هي التي تقود مركزية القرار في الجانب الإداري كما في الجانب السياسي استطعنا الآن بنريد أن ننقل رسالة الدولة من دورها المركزي إلى دور اللامركزي وهذا طبعا ينسج مروحا ونصا بكيف لنا أن نصبح مثل المجتمعات المقدمة إذ أن علامات المجتمعات المتقدمة تقول أنه لا بد أن يكون في عنا أربع عناصر تتوفر حتى يكون لدينا مجتمع متقدم وبالتالي نتحدث أنه لا بد أن يكون في عنا في العنصر الأول مجتمع مدني سود وسياة القانون تكون مخرجاته عدالة ومساوى التكاف فرص النقطة الثانية أن يكون نهج الدولة في إطارها ونهج ديمقراطي تعددي رقم ثلاثة أن يكون النهج الإداري في الدولة يستند للمركزية وليس للمركزية ورقم أربع أن يكون لدينا مناخا استثماريا اقتصاديا له علامة أو سمة تجارية إذن نتحدث أنه هذه الأربع نقاط التي ذكرت هي التي يريد أن يتحدث عنها جلالة الملك ويقودها وبيّنها أيضا في أوراق النقاشية الستة زائد واحد السابعة التي كانت خاصة للتعليم إذن نتحدث أنه هناك فكرة ملكية كبيرة يريد أن نجسده في قوانيننا وفي أنظمتنا وأيضا في حراكنا السياسي والاقتصادي والإصلاح الكبير وعلى الأردنيين لا بد أن أشير في التحديات التي يتواجه هذا النموذج أولى تحدياتنا أنه كانت كيف لنا في الشق الاقتصادي أنه كيف لنا أن نجرب مزيد من الاستثمارات إلى بلدنا وهذا طبعا لا تستطيع أن تجرب مزيد من السهولة عليك أن تجرب استثمارات للأردن لأن مكانها الجغرافي أي الدولة الأردنية مكانها الجغرافي تقعت في دائرة أزمات حتى البعض سمانا أننا نعيش في جزيرة من النيران لتقاربنا بين التضاد الإسرائيلي الفلسطيني والحالة السورية والحالة العراقية والحالات التي طبعا شابت المنطقة إذن كانت ليس سهولة على الدولة الأردنية أن تجرب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لصالح دعم رسالة البناء الوطني وهذا كان تحديك بي رقم اثنين أيضا لا بدنا نشرها في ظل هذه الحالة أنه النقل كانت الباب الوحيد للأردن بالنقل البري كان طبعا من خلال تركيا من أوروبا من خلال تركيا ثم سوريا ثم إنه طبعا هذا بالحال السوري وقف علينا الخط البري القادم من أوروبا وهذا طبعا أدى إلى أن يكون أو حمل الاقتصاد الأردني تبعات كبيرة بل كبيرة جدا رقم ثلاثة أيضا في هذه الجزئية قصة الغاز اللي كان الغاز بوصلنا من الشقيقة مصر بسعر رمزي لم نستطع أن نتابع مع مصر لرغم التحولات اللي طرعت على النظام السياسي في مصر وما ألت إليه الحالة طبعا في مصر لذلك أنه تعذر علينا أنه نستمر بتقديم هذه الخدمة الضرورية الطبيعية لصالح شعبنا اللي طبعا الغاز بتتكي عليه معروف لدى الجميع أنه توليد الطاقة إلى طاقة كهربائية وبالتالي زادت سعر فاتورة الكهرباء لدى المواطنين والصناعيين والحال الأردنية بشكل عام إذن كل هذه التبعات استطاع الأردن أنه لابد أن الاقتصاد الأردني والسياسي الأردنية والاستراتيجية الأردنية أن تتحملها وتتعامل معها بردة فعل لأننا لسنا الفاعلين في تأزيم هذه المنطقة الفاعل طبعا معروف في كيفية صنعه وفي كيفية أداء ولذا إحنا كنا متلقين لهذه الأزمة التي خلقتها الأجواء الموضوعية بحال ذاتية لم نستطع إلا أن نتعامل معها مرة أخرى ضمن سياسي احترازي موجب وسأود الحديث عن موضوع غايف الأهمية هذا الموضوع له علاقة طبعا بكيفية تطوير نهجنا الإداري والوقوف عن الحالة المركزية في هذه النافذة لأسباب كبيرة إذ أنني أعتقد جازما أن المرحلة القادمة تتطلب منا إذا أردنا أن نصل إلى استهدافات المواطن الأردني بتحسين مستوى معيشة المواطن الأردني وأيضا إشراكه في صنع قراره لابد لنا أن نتحدث عن الكيفية المثلة في توظيف الإرادة السياسية والإدارية التي خلقت حالة جغرافية تنافسية بين المحافظات بشكل عام وبالتالي نبدأ بروح جديدة وبروح نتك فيها على ذاتنا بذاتنا كي ننتصر لصالح طبعا مواطننا وكي ننتصر لصالح رسالتنا وأيضا لكي ننتصر لصالح الاستهدافات التي حدثتها رسالة البناء الوطني اللي فحواها في المنطلق الجديد سيكون المركزي نهجا وروحا ونصا بل ومضمونا أيضا في مغزاء القاضي بكيف لنا أن نصبح دولة متقدمة وكيف لنا أن نوسع حجم المشاركة الشعبية تجاه سماعة القرارة وكيف لنا أيضا أن نرسل رسالة البنائية لتشمل الكل الجغرافي في الدولة الأردنية وهنا لا بد أن نشير أنه نعم استطعنا أن ننجز قانون نعم استطعنا أن ننجز أن نشارك شعبنا الأردني ولو أنه يعني كنا نأمل أن تكون مشاركة أوسعة في الانتخابات البلدية والمركزية أو المجالس المحافظة التي جريت مؤخرا لكن بقول أنه علينا تبعات وعلينا مسؤولية لا بد أن نضع خطوط عامة لكيفية تنفيذ هذه المجتمعات وأولي هذه الخطوط التي لا بد أن أشير إلها أولها أنه في عام 12 محافظة من هذه المحافظات كل محافظة من هذه المحافظات لا بد أن يكون في موجود دراسات أو ندعم وجود هذه المجالس المحافظات بأولا أن يكون لدينا مخططات شمولية حتى تستطيع هذه المحافظات أن تقدم العلامة التجارية البراند نيم لكل محافظة من هذه المحافظات إن كانت محافظات صناعية ستكون أو زراعية أو تجارية أو غيرها من دلالات تعبر عن مكنون السماء أو العلامة التجارية لكل محافظة من هذه المحافظات وبالتالي بعد أن يقدم المخطط الشمولي دوره وحضوره وأيضا أن يقدم نصوصه ننتقل إلى مربع آخر في كيفية تحليل هذه النصوص وتقديم منافع وامتيازات من شأنها أن تحفز المستثمرين كي يستثمروا في المجالات التي حددتها تلك الدراسة أو حددتها تلك العناوين التي بينتها المخططات الشمولية رقم الاثنين لا بد أن نشير إلى أيضا نقطة مهمة إلى علاقة بكيفية إيجاد خطوط عامة أو دراسات مهمة موضوعية تستوجب أن يكون في عنا مخططات أيضا مالية استثمارية في كيفية إيجاد مشاريع استراتيجية تنموية في كل محافظة منها محافظات ضمن وجب الحوافز والانتيازات التي لا بد أن تقدم في كل محافظة المحافظات لكل نوعية ولكل قيمة من هذه المحافظات لا بد أن نقدم نوعية كبيرة في هذا الاتجاه رقم ثلاثة لا بد أن ننشرها أنه إيجاد هيكلية إدارية وصف وظيفة لكل العاملين في مجال رسالة البناء الوطني إن كانوا في البلديات أو إن كانوا في مجالس المحافظات حتى إنواع ما بين من يشرع ومن يراقب ألا وهي مجالس المحافظات والذراع التنفيذي للعامل الخدماتي اللي رح طبعا يقدمه مجالس البلديات إذن مواعمة ما بين التقرير والتشريع وما بين الذراع التنفيذي إلا بتقوم في البلديات وحتى طبعا نخلق فرص أكبر وأوسع تجاه إيجاد طبعا مشروع سياسي كبير لبرلمان العبدالي إلا اللي طبعا على عاتقه لن تكون موجود طابع الخدمات باعتباره أنه ذهب إلى نائب المحافظات وسيكون لدور نائب العبدالي دورا سياسيا دورا تشريعيا دورا رقابيا وأيضا دورا آخر يضاف لكل ذلك بيّنته الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك اللي رح يكون بموجبها أن يكون هناك ما يسمى أو ما صلح على تسمية جلالة الملك كيف لنا أن نبني حكومات برلمانية حزبية نراعي بموجبها تشكيل حالة أردنية جديدة وأيضا بث روح ديمقراطية لبلدنا لماذا؟ لأنه بالحال التعديدية الديمقراطية نأخذ برقم اثنين أنه في الأربع مفردات الرئيسية اللي كيف لنا أن نصبح مجتمع متقدم وأيضا إذا تنظروا معاي أو تشوفوا في الخارطة الاستراتيجية اللي بيقدمها جلالة الملك القائد لشعبه هي طبعا منبثقة روحا ونصا مع الأربع محاول الرئيسية ويكون نحن بعد نهاية هذا المطاف حطينا القطار على السكة باتجاه ميلاد حالة طبعا سياسية للعبدالي وبرلمان العبدالي وتشكيل حكومات برلمانية وأيضا حالة إدارية ونهج إداري لتشكيل طبعا حكومات محلية وبالتالي نتحدث عن حكومات محلية وهنا أقول أنه ربما أمل أو أن تتخذ الحكومة قرارا بتشكيل وزارة الحكم المحلي لن أقول أنه الكل يكون مجمع على ذلك لكن أيضا لدعم هذه مجالس المحافظات من جهة ولتأكيد على دور نهجنا صحيح أن وضعنا القطار على السكة لكن بدنا ندعم هذا القطار حتى يستطيع هذا القطار أن يصل إلى الاستهدافات التي بيّنتها الاستراتيجية ضمن المحددات المرحلية والمحددات المتوسطة والخطط الموضوعة لذلك إذن هناك وجبة كبيرة من الإصلاحات السياسية ربما البعض يعني ما واقف عندها لأنه الكل بتحدث أنه كيف أنا بدي حسن مستوى معيشتي كيف بدي طبعا يكون عندي وظيفة لأولادي وكيف أني أنا بدي أتقدم خطوة للأمام أقول أنه نعم هناك تحديات لكن المستقبل القريب لا أريد أن أقول القريب جدا لكن المستقبل القريب طبعا سيعطي كل هذه الأمور ستعطي أكلها تجاه طبعا التساؤلات التي بيسألها عنها المواطن الأردني وين إحنا رايحين وشو بوصلتنا وأنا بقول لهم يعني من هذا الباب نعم هذه الاستراتيجية بتبين عنا كلام المستقبل القريب عندما تظهر الرسالة الجديدة لمجالس المحافظات عندما يظهر كيفية طبعا إدارتنا للأمور بطريقة علمية صحيحة مفيدة وأيضا عندما بيبين للكل أن الأردن استطاع بحنكة وبروح من الفريق الواحد وروح من الالتزام الواحد وروح من المحبة الواحدة أن يخلق أسرة أردنية متحبة استطاعت أن تقول لا للإرهاب لا للتطرف لا للغلو لا لأي حالة اختراقات تجاه بلدنا ونعم طبعا لتكاتفنا وتعاضدنا نعم لالتفافنا حول رسالتنا ونهجنا ودورنا ونعم أيضا لمشاركة واسعة تجاه رسالة البناء الوطني حتى نستطيع أن نأكد على ثابت ونأكد على مقوله الأردن دائما ينتصر لذاته بذاته كان الأردن دور دائما دبلوماسي كبير وسياسي وميز في استطاع الأردن عبر أيضا حالة الربيع العربي أن يحاول أن يعيد للنظام العربي دوره وحضوره بل وأداءه بعدما شهدنا أن النظام العربي تبعثر بل وتبدلت مواقف عند البعض وشهدنا أن هناك نقطتين استقطابتين يعني موجودات في الساحة ألا وهي نقطة الاستقطاب وما زالت بزعامة إيران والنقطة الثانية كانت بزعامة تركيا واستطاعت طبعا تركيا أن توجد حلف إخواني قطري معها وايضا استطاعت إيران أن يكون لها تحالف شيعي علوي بميزتها لبنان وسوريا والعراق وأخذت الكثير من النفوذ حتى قادت أن تصل إلى اليمن أنا أقول أن هناك نقطة استقطاب هذه نقطة الاستقطاب أرادت أن تمزق الحال العربية وأرادت أن تبعثر دورها وحضورها بل والصورة الكلية التي اعتدنا على مشاهدتنا عندما نتحدث عن الشرق الأوسط لا بد أن نتحدث عن نظام العربي وجود وحضور الأردن استطاع بكل ما أتي من قوة بكل ما أتي من رسالة دبلوماسية كبيرة أن ينتصر لرسالة العروبية وأن ينتصر لأهمية عودة النظام العربي كي يلعب دورا كبيرا وطيلة الست سنوات التي سبقت القمة العربية التي عقدت في المحر الميتة والتي عقدت في عمان كان هناك تباين في مواقف لكثير من النظام العربي خصوصا بعد القمة التي عقدت في نواكشوت التي سبقت القمة التي عقدت هنا في عمان كانت قمة نواكشوت طبعا ركيكة كثير في قصة التمثيل في رسالتها حتى بتسليط الضوء الإعلامي عليها استطاع الأردن بقيادة جلالة الملك أنه ينتصر للنظام العربي واستطاع أيضا أن يشد الأنظار العربي وأيضا يقول للعالم أن العرب لهم رسالة ولهم دور وهم الذين يخلقوا رسالة الاتزان في هذه المنطقة إذا كان رسالة الاتزان في مواقع القرار الجيوسياسية في هذه المنطقة تقف عند إسرائيل وتركيا وإيران فلابد كان للنظام العربي أن يكون له دور حضور مميز واستطاع أن يميز هذا الحضور بحضور أكثر من 17 قائد عربي حضروا إلى هنا إلى عمان ليعلنوا من عمان انطلاقا للنظام العربي الجديد ليعلنوا من عمان أن لولادة حالة عروبية جديدة وأيضا شهدنا أن هذا المنجز أخذته أو استمرت في قمة الرياضة التي عقدت طبعا وضمت 57 دولة عربية وإسلامية والتي كانت تحت عنوان قمة أمريكية عربية إسلامية أنا أقول أن الأردن الذي قاد هذا الحراك لأن الأردن يدرك من وحي رسالته العروبية الصادقة وهنا لا بد أن أشير أن كل الدول أنشئت على أساس جغرافيا إلا الأردن أنشئ على أساس فكر وبالتالي على أساس رسالته وهنا نقول أن أهمية الرسالة العروبية التي تقف عليها الحالة الأردنية بالفكر والرسالة والدور والممارسة استطعنا فيها أن نصل إلى مرحلة أقل ما يقال عنها أن ننير للنظام العربي دوره وأيضا أن ننتصر لقضايا إذا شاهدنا أنه خلال الست سنوات الماضية غابت عن مصرح وأولويات المنطقة القضية الفلسطينية لكن عندما عاد النظام العربي لهذا الدور وعلى هذا الأداء كانت هناك القمة عرفت من شدة الحديث حولها عرفت بقمة القدس لأنه الكل يدرك أهمية القدس ورسالة القدس ودور القدس والحديث عن نقل السفارة إلى ذاك عن القدس والحديث عن الكثير من القضايا التي تمس الحالة المقدسية التي طبعا صاحب الولاية فيها جلالة الملك والتي أكدت عليه القمة العربية كما أكدت عليه السلطة الفلسطينية كما أكدت عليه اتفاقية واشنطن ووعد عرب إذن أقول أن الأردن استطاع عندما عاد للنظام العربي دوره وحضوره استطاع أن ينتصر لقضايا ولهذه القضايا كانت قضايا القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية مركزية أساسية للشعب الأردني وبالتالي والقيادة الأردنية ورجالة الملك رقم 2 استطعنا أيضا أن نقول للعالم أجمع أنه النظام العربي حي النظام العربي لم يمت كما البعض سمى والبعض قال أنه كان هناك نظاما عربيا كما كان قبله نظاما إسلامي الآن نتحدث عن كتل لتحالفات جيوسياسية تشكل للنظام العام للمنطقة العرب مش فيها وبالتالي شهدنا أنه إيران هي جزء أساس بثوبها الشيعي المسيس أو العلوي الآخر وأيضا شهدنا أن الأتراك يقوموا أيضا بدور إخواني بعودة أو عودة الحالة العثمانية أو أحلام الحالة العثمانية إلا طبعا بسيدها وبقودها أردوغان الأردن يريد أن يقول نعم كمان أنا إلي دور محوري وإلي دور مقدر بالثوب العربي وبرسالة العربية وبالدور العربي حتى تستطيع أيضا هذه المنطقة أن ترتكز على الحال إذا أراد الأردن أن يبعث برسالة أمل برسالة عروبية فجدد للنظام العربي دوره وزخمه وأداه إلا أنه البعض أراد أن ينال من هذا الإنجاز العربي الكبير فأخذوا في مغبات مصالح آنية لبعض الأقطار العربية بحثا عن إصلاحات هنا أو تبدل كراسي هناك لكن لابد أن أشير أن الأردن يقول أنا متصالح مع ذاتي ومتصالح مع أمتي رغم أني أنا قمت بدور حفظ الأمن والاستقرار لهذه المنطقة وبالتالي لدور العروبي ساعدت أن أعيد للقمة العربية دورها وحضورها وحتى للنظام العربي وأيضا دعمت بكل قوة ترسيخ معاني الاستقرار لهذه الأنظمة العربية وأخذت عنهم طبعا موضوع اللاجئين السوريين لأنه أنا الأردن وبالتالي أنا بأخذ هذا المشهد نيابي عن إخوان الأشقاء العرب اللي برة أخرى بنقدرهم ومنقدر دورهم ومنقدر حضورهم وطالما تحدث عنهم جلالة الملك والحكومة والشعب والبرلمان بكل تقدير أملنا أن النظام العربي لا ينسى أن الأردن قام بكل هذه الأدوار وأن يقف كما عهدنا أو يعني فهمنا منه ومن دوره زمان أنه ما يخلي الأردن تعيش حالة الظنط الاقتصادي أو الحالة المعيشية التي يعيش وهو يعيش في جزيرة وسط جزيرة من الميران أقول هذا الكلام ووجهه مباشرة إلى النظام العربي كي يفهم النظام العربي أن دورنا الأردن الذي قمنا فيه قمنا فيه من أجل رفعة النظام العربي من أجل رفعة قضايا ومن أجل تعزيز صموده ومن أجل تعزيز حالة الأمن والاستقرار فيه وإحنا دحبنا فيه لأنه قلنا وما زلنا ونؤكد أنه بدون نظام عربي المنطقة بتكون عرجة لأنه مع النظام العربي المنطقة تحدث حالة الاستقرار اللي عليها تتكيئ رسالتها اللي هي خاصة في الأمن والاستقرار اللي طبعا رسالة الأمن والاستقرار فيها هي حالة جوهرية لرسالة الأمن والاستقرار في العالم أجمع إذن الأردن قام وقدم ما عليه من واجبات ومنتزامات وحريج بالأردن أن يدعم من لدن النظام العربي أو من لدن المجتمع الدولي لأن الأردن كان وما زال وسيبقى على الدوام هو الذي يعبر عن حالة عربية كما يحبر عن حالة إنسانية كما بقث دائما دعمه بمناصرة لكل طبعا من يذهب أو يبحث عن رسالة أمن والاستقرار إحنا 12 مليون في الأردن 6 مليون أردنيين و6 مليون ضيوف هذه رسالة الأخيرة التي أردت أن نوجهها لأسادة المشاهدين الكبرام عبر هذا التلفزيون اللي طبعا نعول عليه ببحث رسالة تنويرية مقدرة شكرا لكم والله أعطيك بالعرض اشتركوا في القناة